أعلن حسام حسني منذ قليل وفات علاء عبدالخالق نجم التسعينات وذلك بعد صراع كبير على المرض دام لفترة طويلة بعد اختفاء طويل عن الساحة الفنية كان أخر ظهور للراحل علاء عبدالخالق في حفل زفاف ابنته وسط أصدقائه من نجوم التسعينيات لمشاركته فرحته بابنته وكانت حالته الصحية قد أثارت قلق محبيه الذين شاركوا صوره بالدعاء له بالشفاء العجل الفنان علاء عبدالخالق درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصف العصف على النأي بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملات دراسة مون عبدالغني والمطلبة لمعتزلة حنان وذلك لمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980 واستمرت تلك الفرقة ثم لتقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وأصدار أول ألبوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر